أستاذ نايم كمال عطفا على هذا المقتطف ألا يمكن من خلال تقييمة التجارب السابقة أن تكون هذه الطموحات الانسجام الفعالية النجاعة كلها قد تكون عوائق وتحديات حقيقية لإنجاح أي مشروع إصلاحي بطبع الحالة نريد أن نقول أن الإدارة من نسوة شخص القدير بأن الإدارة مسكونة بالمعنى اللغوي المحدد لها يعني فيها فيها الناس دولة فيها الموظفين فيها المسؤولين فيها الأقسم إلى خيرها وكذلك مسكونة بالمفهوم الدريجي بالعادات ديالها وباش تغير العادات والي هذا الملك لما يتكلم عن تغيير العقلية أرى ما يتكلمش على الهواء إذن هذه العادات صحيبة أصلاح ما يمكنك تغير في واحد المجتمع هو العادات لأنه كتتحمل معها طريق كتحمل معها تقل كان نسو بأنه المالك تطلب كذلك الرئيس الحكومة على مستوى المديريات وعلى مستوى المسؤولين القبار بأنه يمكن أي بأنه يخص يوقع فيهم جديد هذه الإشارة الجديدة لكي أولا فيها اتهام بتقصير وفي توجير في لحظة واحدة لرئيس الحكومة باقتراح أسماء لتجديد مناصب المسؤولية الحكومية لأنه هناك وعي ملاكي وعلى المستوى هاد المستوى من الدولة باش يوقع التغيير في السلوكات وفي العادات وفي هاد لأنه من كتشوف التدريب السلسر المنطقي دي الخطاب من ما كتكلم على الإعطاء المحصائيات والإحصائيات والمتعلقة بالتفتيش والمراقبة ما هي الجمال التي تأتي من بعدها مباشرة ولا ما جاء لها هنا للتغرب من المسؤولية في دل تطبيق الصارم لربط المسؤولية بالمحاسبة إذن كان هناك تخوف بأن الإدارة لا يوجد شيء يتبع بالسرعة أو بالدقة التي هي مطلوبة الآن للتغييرات المتوقعات ترجمة نانسي قنقر